اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصدر الاول الحروب المصدر التاني الشر والبيع السوق النخاسة فدي يعني جواري بتكون ملك يمينك تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه تجمعها تبيعها تهديها تسلف ملك يمينك زي كون عندك كده قلم عربية يعني ملك يمينك حاجة ملكك تتصرف فيها زي ما انت عايز وبيكونوا مسلمات ويكونوا مسلمات او غير مسلمات يعني في كده وفي كده اللي بتسلم علشان ممكن تعدي تماشق مورا بس مدام اسلمت يبقى لازم تبقى مسلمة بس ملك يمين برضو بس هي ملك يمين ممكن تهديها لوحد صاحبك هداية جايبال تجيب له هداية كده زي الرسول كده اه زي عايز بتجتوب اه مراقب تاكيت هداية ايه بالظبط ايه والسرين ها كانوا هداية ستات يعني رجل تدي له هداية واحدة ستة اه طيب في الحلقة مارده صور يا مارينة في السنن الكبرى المياقي وهنحط طبعا هنحط المصدر على الشاشة بيقول لك كنا اماء عمر رضي الله عنه يخدمنا كاشفات عن شعورهن تضرب سوديهن ده ايام عمر كان عنده اماء يعني الاما ما تتحجبش ما ده السؤال بتاعي معقولة ان الاما مش هي واحدة ستة دي اه ليه بقى ما تتحجبش عورة الاما من السره للرقب عورة الاما زي عورة الرجل اه الرجل عورته من فين من السره للرقب اه عورة الاما من السره للرقب فحتى اماء عمر كانوا بيخدموا الناس كاشفات عن شعورهن خيال المنظر اه يعني ياريت شعورهن ده للسره لو رحتي سوق عبيد يعني بتاع زمان لو احنا شفتوا كده صور تعبر عن مثلا بيها الجواري وكده هتلاقيهم معرينهم بس مدارين اللي من السره للرقب بس لكن بيبقوا عورة وابنه عمر لما كان يحب يشتري الجارية كان بيديه يعدي يحط ايده على مناطق كتيرة من جسمها وهو بيشتريها البضاعة لازم يشوفها يا صحيح وهي كلبه هيمة يعني ملهاش وحتى لما يعني اللي مستغرباله انها حتى لما مسلمة يبقى اذا الحجاب يا مارينة ما كانش للسطرة طلاقا يفرق بين الحرة والأمة والأمة صح ليه بقى أبصي صدى يولينا كده في حديث طبعا هنحطه خلاصة حكم الحديث اللي احنا نقوله اسناده صحيحة على شرط الشيخين مسلم بخاري يعني بيقول لك ايه رأى عمر أمة لنا متقنعة فرحمس عمل ايه فضربها متقنعة يعني يعني متحجبة يعني فضربها عاملة زي يعني تتشبه بالحرة وقال لا تتشبهي بالحرائر فضربها عشان ايه الحرائر شبه الحرة انت عبدة انت عبدة ازاي تلبسي لبس الحرة يبقى هو كده التفريقة هو موضوع الحجاب وهو أصلا تفريقة انت عارفة فرحة غايت وقت قرين في السعودية انا معرفش دلوقتي ايه بس يعني من سنين كده عبدة كانت اللي تلبس نقاب دي حرة برضو دي حرة لو واحدة لبسة بس شرب ولا حاجة كده يقولك دي الخدامة ده الخدامة على أيام نحن كان كده البنت لازم تلبس منديل على رأسها اه في مصر اه بس بيفرقوا بين الحرة ايوة ما انا بقولك عشان تفريقة بين البنت والستها اه البنت لازم تلبس حاجة على رأسها ده لغاية قريب في مصر يفرقوا بين البنت وايه؟ الخدامة والستها اه والزبان أيام مكلسون ما كانش فيه خالص ما كانش فيه حجاب بس انا بقولك انا عصرت الوقت الوقت اللي بعد كده الوقت اللي الوقت اللي انا ماش صغيرة يعني الوقت اللي فيه الخدامة لابد حاجة عشان تتعلم ان دي خدامة دي خدامة ما تبقاش شبه ستها اه كيف فهمتك اه مش ستها يعني جدتها شبه ستها بايه؟ شبه ستها اللي هي اللي بتشتغل عندها فيبقى غطاء الرأس لإيه؟ للتمييز للتمييز العنصري فحتى يقولك ان الاماء كانوا بيطلعوا بالليل بالخلاق شافوها محجبة قالك دي حرة شافوها اما وسبوا عليها ودي تلاقيها فين؟ موضوع قصة عمر لما خرج واخرج اللي عرفناك يا سودا اه لما دخل كده مكان اللي الستات بيتلموا فيه بياخدوا حاجاتهم دي هتلاقيها في تفسير ابن كسير رسولة الاحزاب 59 لما يروحوا للتفسير الناس راجعوا ورايا تفسير هيلاقوا ان كانوا بيخرجنا بالليل للخلاق فيشوفوا عليها غطاء غطاء دي ايه؟ حرة حرة ما يقربوش من ناحيتها غطاء اما يقولك واسهبوا عليها يا ريسو يعني شوفوا يختصبوهم اختصاب اه عشان كده قالك فلا يؤزين فلا يؤزين شفتي في سورة الاحزاب 59 فعمر بقى مارينة كانت بيدرب الحرائر لو بيدرب الاماء لو تشبهوا بالحرائر طيب خلينا انشوف زي العلمة العطايمين عمل ايه بيقولك زادة الامر اضاحا اضاحا ونحن ننقل كلامه يعني هو اللي كتب كده بطوله لنفاسته يعني ايه لجماله نفيسه وسهل العبارات بتاعته قال ايه في زاد المستنقع في المستنقع على الامر في شرح الممتع على زاد المستنقع اه يعني بصي يعني اللي مستقرابه وقفة في الحتة دي شرح الممتع شرحه الممتع ما اعتبارين انه ايه بيقول المكتوب يعني شرحوا الممتع على زاد المستنقع ايه يعني ايه مستنقع قال لك الأمة الأمة ولو بالغة ولو بالغة وهي المملوكة عشان ما حدش يقول ايه ده لأ ده ممنوع الجارية البنت الصغيرة بتاع ده الأمة يعني ايه عبدة ولو بالغة وهي المملوكة فعورتها من الصرة الى الرجبة العورة زي الرجل بالزبط فلو صلت الأمة يعني مسلمة ايه مسلمة مكشوفة البدن معدى ما بين الصرة والرجبة يعني ده ايه صدرها باين وبطنها باين وشعرها باين كل حاجة الله اكبر صدرها باين الله اكبر كده يعني مكشوفة البدن معدى ما بين الصرة والرجبة فصلتها ايه صحيحة لأنها سطرت ما يجب عليه سطره في الصلاة ده مين؟ ابن عسايمين اللي قال الكلام ده فبيقول إيه؟ فقد ذكر الفقهاء رحمته رحمة الله تعالى عليهم إن عورة الأمة أيضاً ما بين السرة والرقبة يبقى إيه؟ ابن عسايمين والفقهاء قالوا ما بين السرة والرقبة بس للأمانة يا مرينا في ناس عرضوا الفكرة بس يعرضوا زي ما هم عايزين ليه بقى هقول إن عرضوا هم شيخ الإسلام في باب النظر عارض هذه المسألة من السرة والرقبة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق والرق وصفه عارض خارج عن حقيقته وما هي ولا دليل على التفريق بينهما وبين الحرة إحنا بقى نرد عليه؟ لا في دليل؟ طبعاً لأن أمين شيخ الإسلام ابن حزم قدام عمر حتى أنا مليش دعوة بابن عسايمين أنا لي دعوة بعمر مش ده الصحابي اللي كان معاصر وخليفة ومعاصر الرسول بيقول حاجة أنتوا بتقول حاجة تانية بيجملوا الموضوع لا عمر نفسه كان بيعمل كده طب أنا فيه سؤال ممكن أطرحه يا فرحة ممكن مسلم وهو بيسمعنا دلوقتي يقولك إيه؟ طب هو فيه إيماء دلوقتي ما فيهش حاجة أسمعك أنتوا يعني بترغف الكلام الفاضي يعني ما فيهش إيماء لا فيه إيماء يا ماري فين؟ فيه في موريتانيا سوء العبيد لسه موجود موريتانيا السعودية لغاية قريب كان لسه موجود لغاية 1970 آه لغاية لما بس أنا عايز أقولك كمان في السعودية بيجيبوا الفلبينيات بيعملوهم ملك يمين بس بطريقة مستغطية أيوة من تحت الترابيزة آه في الأسود يعني آيوة في الأسود لأن هم ماضين على حوال الإنسان وكده آه لحوال الإنسان هي منعة السوق العبيد السوق العبيد بس حوال الإنسان دي جاي من الإنجيل يعني آه الأصل جاي من الإنجيل إن الإنجيل حتى في برنامج لما عمرة أديب قال خالد الجيندي قال له يعني جارية رومانية وجارية آه قال له آه قال له آه قال له آه لو الحاكم يقدر مسلم ويطبق الشريعة ويعمل كده ونعمل بنظام وهل سعد فكرة سعد صالح صالح لما قالت لما إن شاء الله نخش إسرائيل وده مستحيل قالت لك ده مستحيل بس يمكن ربنا يريد وناخد النساء ويختصبوهم النساء ويختصبوهم الجنود دي يستمتعوا بالنساء اليهودية آه ويختصبوهم بستة قلت الكلام ده يبقى الملك اليمين دي للاستمتاع فالجسمها مباح أصلا لكل تمشي أريانا تصلي أريانا يشتروها يبيعوها دي حاجة يعني طبعا ضد ضد فكرة الله صح ولا طبعا طبعا يعني ربنا مستحيل يخلق إنسان وده إنسان في الأول والآخر هيقولولك تما فيه في العبيد في العهد القديم في عبيد للخدمة اللي هو هي الشغالة خدامة وكمان شوفوا من عهد كمان عهد موسى يقولك إيه إنها تعتق في السنة السبعة حل والعبيد سواء النساء وتستريح في اليوم السابع برضه وتعتق وهي مشة تاخد من كل خير البيت عشان تبتدي حياتها صح وكمان يعني ليها أحكام كتير خالص لو هي قربت على السنة اليوبيل وبقالها مثلا يعني لسه شغالة أو ملك يمين أو مش ملك يمين أنا أسفل عبدا من سنة أو اتنين على سنة اليوبيل تعتق مش لازم تستنى الست سنين بس ما تشتغلش للصور للحاجة إلا زواج زواج راسبي لا ما فيش حاجة ديش علاقة جسدية خالص إلا إذا كان عايز يتجوزها فتبقى زوجة خلاص تبقى ياخدها زوجة ما تبقاش عبدا ولا ملك يمين ومن حقها تتجوز لو هي عايزة تتجوز تتجوز لو هي مش عايزة يعني غاية ما تعتق وكده لكن مالك أو يعني ما فيش طبعا ملك يمين في كتاب المقدس لكن صاحب اللي هو اشتراها مستخدمهاش خالص للجماعة ده ممنوع ده زنا ومشتغل ليش بتشتغل بأجرة أيوة بأجرة يعني خدامة من الآخر لكن ملك اليمين ايه يا فرحة دي عبدا في الإسلام للجنس للاستمتاع وفيش أجرة وفيش أجرة ها وفيش أجرة ليها استمتاع ويباع وممكن يسلفها ويرجعها تاني ليه طب ما في القرآن بيقولك لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسدهن إلا إيه ملكة يمينك تقدر تبدل ورسول الإسلام بدل بدل صفية بسبعة لما داحية خد صفية في الحرب رح قالوله إيه قالوله داحية واخد أحلى واحدة فرح قال له ورهاني ورح بدلها بسبعة أعطاله مكانها سبعة عارفة اللافت نظري دلوقتي يعني أنت قلت حتها حلوة وأحب أن احنا نكررها الرسول أبل الهدية ماري ماري وسيرين أدى الحسن ابني سابت يعني اسمه إيه دا هوت المقوقس بعت مشان عارفه إن هو بتاع ستات يعني يعيب من الستات فبعت ابعد عننا إنت عايش ست ابعد عننا خد ستات خد ستات بس تفتكر إنه بعيتها علشان كده ولا إيه بعيتها أنت بتحب إيه يعني أنا مثلا فرحة بتحب مثلا هدية معينة بحب الطمر مثلا أروح أجابالك هدية طمر الحاجة اللي أنت بتحبيها وبعادي عن خلقتي هو معروف عنه إنه هو حب بإليه في الستات العطر ونساء خد يا أم ستات وفي حين يا فرحة لو إحنا روحنا للقرآن إن سليمان أهدي إليه النساء رجعهم القرآن عبيده النساء وكده رح رجعهم شوف يعني كان معروف يعني النبي الحقيقي ما بنش الكلام ده ده زنا بس سليمان هيرجع لك المسلم يقولك بس شوف سليمان عمل إيه آه بس لما حد حبق حد حب يهديره النساء رجعهم لا لا خليلي نشوف كمان في البيضاوي والمرجع هيكون على الشاشة إن للأمى الصلاعريانة يرى الناس سديها وخسرتها يا خبر وقال إن الحرة تتعمد أن تكشف يعني طبعا من شقرة كل الكلام لكن جزء من العورة نولتيت فيها آه هنحط على الشاشة جزء من العورة صح آه وآه وأنت أكشف أقل من ربع بطنها يعني كمان حتى الحرة عندكم إنها لو بيّنت جزء من العورة أو ربع بطنها تصلي وصلاتها صحيحة لكن الأمى يعني تصلي آه كشف علينا صدرها صدرها وتغطي من الصرر للرقب والخصيرة بتاعتها هنا وبعدين إيه من الصرر للرقب وتصلي بقى وصدرها مكشوف والحرة إيه تاني والحرة تكشف جزء يعني لو كشف الجزء صغير من العورة أو ربع بطنها وصلتها مقبولة حاول الله استغفر الله لا صدقيني أنت عارفة أن أنا تتذكرت أيام ما إحنا كنا بنصلي إسلاميا كنا بنلبس الحشمة كله بيعاضي يحطوا إزدال وحاجات وبتاع كل الحشمة والطرح محطوطة والنقف ونصلي المسلمين دلوقتي عاملين إسلام غير اللي كان على أيام الرسول غير الموجود زمان طبعا المسلمين يعني جملوا الإسلام عملوا دين كده يعني حلوه يعني عشان يشوف منظره من بره زي فيه ناس دلوقتي طالعين بيحلوا الإسلام بطريقة معينة بيعملوا أبديت أرمي تفسير أرمي التفسير أرمي لكن لو رجعنا لزمنهم لزمن المسلمين كله هيصة واحدة كنت يعني أول معرفة موضوع إن الأمة يا مارينة إنها ممكن تصلي كشفة شعراء استغربت طب هيا دي بيست وتمشي في الشارع كمه وتمشي في الشارع بسدراها وتخدم الرجالة وصدراها يبقى ليهم حق بقى يقتصبوها ليهم حق ياثبوا عليها ما هي مش بناء قدمة بالنسبة لهم العنصرية في الإسلام يعني تفريق بين الأمة والحرة برغب أنهم الأتنين المسلمين شفتي يعني طيب ما هو لو هل تقتل الأمة بالحرة لا وإلى الآن يا فرحة نفس الفكر ده إلى الآن موجود إن يشوفوا المسيحية مسيحية كشفة شعراء المسلمة مغطية شعراء لو شفوا مسلمة مش مغطية شعراء قول لها بيتي مسيحية بيتي مسيحية بتقلدي المسيحيين أنت بيتي زي الكفر وهكذا العنصرية التفرقة بين البشر على في الإسلام بسبب اللبس بسبب اللبس أنا بشكرك يا مارينا عزيزي المشاهدين أنا بشكركم حطوا الإسلام تحت المجهر زي ما إحنا حطينه وهتشوفوا حاجات كتيرة تحت المجهر نشوفكم في الحلقة القادرة ترجمة نانسي قنقر